تعال بقى لما اقول لك ايه افضل احجرة معدس الشيشة انت ممكن تستخدمها وايه افضل حجر الشيشة ممكن تشرب عليه بالنسبة عن ناس اللي هي بتهتم بادقة تفاصيل عتولة الشيشة يعني تمام معاك رقم واحد اللي هو الحجر السيليكون افضل مميزاته انه هو بيكون سهل تنظيف وما بيتكسرش بس عنده مشكلة بسيطة جدا توزيعه لدرجة الحرارة مش افضل حاجة تمام في حاجة تانية ممكن تكون افضل منه اللي هي الاحجرة المعادن تمام الحجر المعادن افضل مميزاته ان هو بيكون اشكاله حلوة جدا الناس انها بتحب تنصك الشيشة كده مع بعديها تمام والكرفان بتاعه مش هتلاقيه لانه وسهل التنليف يعني كمسال لما تيجي تحط مسلا ميكس مع ميكس تاني تيجي تغير تفاح لعنب عنب لكانتلوب اي حاجة من الكلام ده كله مش هتلاقي الكرفان بس طبيعي الجودة بتقل برضو لانه هو معدن لكن في افضل منهم مسلا هما الاتنين لو عايز حاجة تديلك يعني مسلا طعم فيه مسلا اللي هو افضل منهم هما الاتنين اللي هو الحجر السراميك حجر السراميك ده افضل منهم هما الاتنين بس في مشكلة بسيطة جدا وانا اسمع تعمل ناس كتير ان هو بيتكسر بسرعة جدا لكن افضل حجر شيشة بجد ممكن تشرب فيه على الاطلاق التعم بتاع ما يتغيرش ولا اي حاجة ولا تأثير ولا اي حاجة هو الحجر التنين تمام افضل نكه وافضل نفس هتشربه عليك الناس اللي بتشرب عارف الكلام ده كويس تمام بس في مشكلة بسيطة جدا ان هو بيكون صعب التنضيف بس طبعا لو خصصت حجر واحد لنكهة واحدة بس ما غيرتش فيها كتير تمام هيدي لك الطعم بتاعك مزبوط وكل لما يقدم وما تنظفوش الطعم بتاعه بيكون احسن وكده كده في الاخر كل واحد كده كده وليزوجه تمام بس قولي ايه افضل حجر مع السلية بتحب تشربه وهي افضل نكهة بتحب انك تجربه اللايك وفولو سلام